ام جوزيف يا ام جوزيف لك شو عم تعملي حتى عصياني بالغرفة داي أبو فاكر جاي شو هده ام جوزيف ماهده مو حسام ابن جيراننا اللي كانوا ساكنين بالحارة بلى ايه ليه صورتوا عندك عالكمبيوتر شو عم تعملي شوفي عم نعمل حملة للمطالبة بإطلاق صراحه إطلاق صراحه ليش شلون اعتقلوا مو ع اساس هو هرب ع ادلب مشان ما يعتقلوا النظام يعني رجعوا واعتقلوا لا ما رجعوا اعتقلوا هنيك ام جوزيف تركي هلا الصورة وركزي معي شويد افهم منك بركي بقدر ساعد شلون اعتقلوا النظام وهو بقلب ادلب لك مو النظام اللي اعتقلوا مو النظام لكن مين جبهة النصرة جبهة النصرة وليش لتعتقلوا جبهة النصرة على حد علمي هو مطوع بمنظمة وعم يشتغل بالإغاثة يعني ما عنده مشاكل اين بلا هو بيشتغل بالإغاثة بس هلأ شكلوا نحاطين احطاط الناس يلي بيشتغلوا بالإغاثة ما سمعت كم واحد صاروا معتقلين من نون العم على هالقصة وشو بدون فيه اي شو بيعرفني غير ربك ما بيعرف شو بدون هدول اي و هلأ شو عم بتواصل مع ناشطين بإدلب وعم ننظم حملة لإطلاق صراحه صور ومنشورات وإعلام يعني فيك تقول بدنا نفضحهم طبعا شو بقدر أعمل انت بتقدر تعمل لنا صفحة على الفيسبوك تنزل فيه صوره وتحكي عن شغله بالإغاثة بدنا نشتغل منيح على الإعلام وإذا بتتواصل مع كم وسيلة إعلامية مشان يحكوا عنه ويحكوا عن اعتداء الفصائل وعلى راس جبهة النصرة على عمال الإغاثة والمتطوعين بيكون كتير منيح اي وانا جاهز تكرم عيونك يلا نحبلش منها اللا بس ما بدي يوصيك أبو فاكر بدنا ننتبه كتير على لهجة الخطاب لأنه الشاب له أهل بمناطق النظام وله أهل بمناطق المعارضة وما بدنا حدا منهم يتضرر بسبب الحملة العمى على هالقصة قال مطلوبه من النظام لأنه بيشتغل بإغاثة المدنيين والمنكوبين ومطلوبه من الفصائل المعارضة للنظام لأنه كمان بيشتغل بإغاثة المدنيين والمنكوبين اي والله هاي ما صارت غير فيك يا هالبلد جوز كلام ترجمة نانسي قنقر